الإغراءات كتير والملهيات كتير كله متصمم عشان تتفرج أكتر وتستهلك وقته أطول وتفصل عن الواقع أكتر وأكتر صباحك فولو مساءكه أحلى أنا ويلش ودي حلقة سريعة من أحسن من انبقارها وعشان نفسك بطبيعتها بتسعى للراحة والأنتخة هتبرر هتقولها هتفرجش كتير يعني ما ناخدش راحة أبدا الحياة مش كلها شغلة أعمل حاجة كفاء السواد اللي احنا فيه وتبقى عاين في المبررات لأن الوقت اللي بتضيعه طويل وبتاخد راحة ضعف اللي انت بتعمله وبتشتكل النهار من كل حاجة وانت بتعملش حاجة وعشان السواد عيبضل موجود لما فتحتش عينك وبصتلي اللي حواليك بص شوية كده انت متخيل ان العمر قدامك وطويل وأنا متفق متفق ان طول ما انت عايش عندك وقت لكن ليه تبدده وليه ما تبدأش بدري ليه ما تعالكش نفسك من قصر اللي انتباه اللي موديك في داهية ومخليك مستعجل على كل حاجة ليه تخلي حالتك تسوق باستهلاكك لمحتوى بيؤذي مخك ليه تدي لنفسك مبررات وعية وانت في إيدك تستبدالها بقى فعال تغيرك ليه تشغل نفسك بكلام فاضي بدل ما تتعلم تتعلم وتتعلم اللي يفهم الجملة دي يكتب لي في تعليم بس انا بشتغل 75 ساعة في اليوم والواحد بيرجع وعايش شوية طرفيه ويرايح دماغه وكده يعني لمواغزة يفسيها طب بتشتكي ليه؟ ما هو طبعا بتشتكي يبقى مش عاجبك اللي انت فيه ومن الغباء ثانية واحدة من الغباء انك تبقى غرقان لودانك في الواحل واقف فيه وتبص على حاجة كده ايه شبه الجنينة بعيدة برا عشان تنساه ولما حد يقولك اخرج ويديك حبل عشان يخرجك تشتكي وتقول انا مش فاضي انا في الوقت احلى او حد تاني يقولك مفيش حسن من الرضا ارضى باللي انت فيه عارف انت ويتأثر كده القناعة والرضا مش موجودين عشان يبقوا شمعات لكن عشان يخلك تهدأ وتخطط بالراحة وما تستعجلش ولا تجري وراء وعود الربح السريع الكدابة لكن عمر ما كان معناهم انك ترضى في بركة الواحل وتقول الحمد لله لا الرضا والقناعة انك ترضى باللي وصلت له عشان ما تهلكش نفسك في محاولات وهيا محاولات تستهلكك وتخليك ما تعملش اي حاجة خالص لكن عشان تشغل ده وانت هاد خططك لسه شغلة وبتحاول تحسن الوضع اللي عايش فيه بمحاولات حقيقية قلت من كام يوم اكبر اعدائك بعد الخوف هو التسويف والتأجير واللي مع الوقت بيتحولوا كلهم لكسى القاتل بيقضي على اي طاقة واتموح جواك بتوصل لمرحلة كلها امنيان احلام يقزة بس مرحلة كلها نفسي ولما بقى وعايز وساعات طويلة من الاحلام اللي مليانة عربياته وبيوته وشغل جامد وفلوس وجمهور بيسقف لك وبيتف باسمك بس انت في الحقيقة في السرير في كتير مستغربين ان راجع تاني يعمل محتوى بالسرعة دي وانا معاهم على فكرة لان الواحد لازم ياخد فترة يزعل لكن لازم تاخد الفترة دي وانت برضو عارف ان فيه مسئوليات وراك وفي حالتي المسئوليات دي بقى مذكرة وقنوات والاماكن اللي بانشوف فيها والمحتوى والناس اللي بيستفيدوا والعملة والمشاريع وحاجات مخطط لها وليلة كبيرة ماينفعش اعود ولان المحتوى ده جزء من شغلي وطبعا معروف لو انت مراحت الشغل يوم بيتخصد فماينفعش اعجل ولا اطول اكتر من كده ماينفعش واتحجج بحاجات كتير وفي ايه ده اتحجج والناس هتفهم الحجج الحزن في الحالات دي بيبقى مستمر وتقريبا مالوش نهاية عشان كده لازل في مرحلة ما بايد بلق واشتغل من جديد وحتى نفترض انك ما بتمرش بظروف زي ظروفي لو فضلت تأجل مش هتعمل حالي وكل فكرة عندك محصلتها صفر طالما ما دخلتش في حيز التنفيذ بس معادلة بسيطة جدا ولو قلت ان لمخلص النهاردة يخلص بكرة هيجي بكرة وتبقى محتاج تشتغل بشكل مضاعف وده معناه يا هتيجي على حاجة تانية يا هتقرر تؤجل تاني ويفضل التالي يكبر ويعلى لغات ما تبصله وتقول حاجات بقى زي ايه مفيش فايدة تخلق اعظل لنفسك عشان ما تقولش السبب منك مع ان انت ليك دور كبير في اللي بيحصل فالمبرلات تديك راحة نفسية مزيفة ووقتية كده تخدرك وتقولك انك صح انت صح وانت في الحقيقة بتعمل اكبر خطأ في حياتك وبتدي لنفسك سبب ودافع للرجوع والاستسلام لانك مش حاسس باللي انت فيه عازل نفسك عن الحقيقة ما بقولش تفحت نفسك مع ان عادي على فكرة ان انت تفحت نفسك الطبيعي دي الحقيقة لكن ابني العادة الاوي وبعد ما تبنيها تعمل لها صيانة بقى والصيانة هنا اللي هي الاستمرارية ولو بقدر قليل اوي عشان تفضل جواك وجزء من يومك وده بالضبط اللي اتكلمت عنه في حلقة التسويف وحلقة في حب الروتين وحتى في حلقة جديدة عملتها عن كتاب جديد في قناة جيك نوليج خاص بالتسويف اسمه علاج التسويف هسيب كل اللينكات في الدسكريبشن من حوالي 25 سنة كده كنت شغال في الملابس في محلات ملابس فلما ما كنت شروح المحل اليوم بعرف على طول اني مش رايح الشغل ده تاني مش هروح المحل ده تاني عشان ببقى مش عايز اسمع كلمتين من حد ويبقى اليوم تقيل فبكسل وتاني يوم بكسل وبعده بكسل وفي الاخر بقولهم انا مش جاي تاني المسئولية النهاردة مختلفة والحاجة للشغلة اكبر وعشان فوقت بعد التلاتين فتعلمت الادب وقيمت الوقت ما تخليش حاجة قوية تعلمك اتعلم بالروحة بدل ما تتعلم بالكسر انا جايلك من هناك وبحذرك يعني مثلا المحتوى بتاعي ما كنتش مهتم بيه خالص من تسع سنين تسع عشر سنين كده وما استمرتش على القناة وكنت بعمل فيديو كل تلاتة اربعة شهور ستة شهور سنة ومعنديش اي ارشيف لشغلي يعني شغلي شايفه مسروق قدامي ومعمول منه كتب وانا مش قادر ازبط ان ده شغلي كنت بس معتمد على شغلي الاساسي والفريلانسين وقلت ده ايه هواية وقلت ده تشاريتي حاجة كده ايه لله وقال لله ماشي جميل او كل حاجة بس ده مش معناه ان انت متكسبش منها او لو كسبت منها حرام لا 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 اوعى الاقال السيس دلو يفهموك كده ولا زي اللي كاتب لي ايه لا مش لازم السعي يكون للمال اولا انت مش هتروح تبوس الكشير في بقه لا لازم يكون اولا طبعا اه لازم يكون من ضمن اهدافك نفع الناس ولا انا بعمله ومحدش يقدر يقولي لا انت هبتعملش كده بس لازم برضو مجهودك ووقتك يكون قدامه مقابل ولا تبقى انت في الهايف ما بتعملش حاجة اسمع مني ما تضيعش وقتك في اي حاجة الا لو هتنفعك يعني هتنفعك نفسيا وشخصيا ومهنيا يعني هتنفعك مادئيا لان دلوقتي انا شخصيا بواجهة عاقب ده بتحارب عشان المحتوى اللي فيه تعليم يوصل للناس اللي هم اصلا مش عايزين يتعلمهم واللي مهتمين بواحد بيراجع بيتزا وواحد بيراجع كبابجي دول اهتمامهم ومهتمين باللي بتكلم عن السحر والعفريت ومعرفش ايه وحاجات فاضية لكن مش مهتمين بان هم يتغيروا ويتعلموا حاجة لازم تعرف ان الوقت هدية من ربنا فما تبدداش وتضيعها في الكسل والخف والتسويف وان انت تتعلم اي حاجة الا الحاجة الصحة وانك تستغل وقتك في كل حاجة غلط الا الحاجة الصحة هشوفك الحلقة الجاية over and out اندمجت انا جامد جدا اندمجت اندمجت يعني صح يعني بصراحة القامل اللي فاتت دي يعني شفت حاجات عجيبة جدا اللي عايز اقوله ان انا كنت في مكانك واسوأ وعملت زيك في كل المراحل كل اللي انت بتعدي بيه ده انا عملته ومفيش تغيير حقيقي حصل في حياتي ولا حسيت بيه الا ما شفت sorry الا ما شفت نفسي وحياتي على حقيقتهم صرحت نفسي قلت ده غلط انا بأزي نفسي انا بتفرج كتير انا بأرشفش شغلي انا مقتنع بحاجات فاضية انا بس عايز اقولك ان محدش هيخاف عليك اكتر منك بس امتى هتفوق وفعلا تحس بالخوف ده لما تفصل كل الكلام الفاضي ده من دماغك لما تبطل تتابع اللي بيقولك هكسبك ما عرفش كان في اليوم في شهرين ولا بكر الصبح هتبقى عندك ما عرفش ايه تبطل تقتنع باللي بيقولك الطاقة والخروج من الجسد والدخول ما عرفش فين والجذب وخرج الشكرة ودخل الشكرة وحاجة اخر تبطل زي اللي كانوا يب بيقولك ايه امارة ده عمال بيتكلم لك على حاجة اخر جهل يعني جهل وتخلف هم كانوا بيتقربوا من الصنم عشان الطاقة ملكة رحمك في ايه ايه الكلام اللي انتو بتسمعوه ده يا جماعة ايه اللي انتو بتتبعوه ده يا جماعة واللي هو هتتكلم عن العفريت اللي دخل والعفريت اللي معرفش ايه واللي اتجاوز ملكة الجن واللي اتجاوز ملكة الجن واللي معرفش عمل عمل مين وتقعد بقى تفرجوا على الفيديوهات فاضية اللي ناس بيحفروا وبيغتصوا واللي بيجايب خمسة كيلو كباب من خمس اماكن وعمال يرجعهم واللي جايب معرفش اكبر بيزا في العالم واللي جايب خمسة عشرين الف ساندويتش كاب ده وهوريكو هاكلهم ازاي ايه ده ايه ده ايه ده بجد يعني ده حتى لا الترفيه يعني حتى الترفيه لازم ما يكونش بيعطى المخك ما ينفعش تبقى بتفرج على الترفيه اللي هو عامل كده ايه ده ليه ليه تعمل في نفسك كده ليه تروح تتفرج على توك شو واهد عمالي يعني لما اغزة بيعمل بيبيه في دماغك ليه بدل ما تروح تتفرج على اه اه وثائقي ولا تقرى لك كتاب ليه ليه بتعمل في نفسك كده فوق فوق والله العظيم ما فيه وقت وعملين نغتس اكتر وانت معمي يعني اللي بيحصل حواليك وبتقول كلام يعني عيب عيب في المرحلة دي مش عايز اكتر في الكلام ايا كنت من اي بلد فكل واحد عرف اللي عنده وكل واحد عرف اللي عايز يتغير ومحتاج يتغير بس التغيير ده مش هيحصل الا منك انت بدايته منك انت سلام